السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دي صمودي هالنهار ان شاء الله هنتحدثوا على واحد ثلاثة الأشياء اللي كتجعل أونثى الأرنب ما كتولدش أول حاجة ممكن أنه أنه تجعل الأونثى دي الأرنب ما تولدش وهو وجود الفئران وجود الفئران إما في القفص أو في المكان اللي كينين فيه الأرنب خاصكم تعرفوا باللي وجود الفئران في المكان أي كان من نوع دياله إما الفئرس الكبير أو الفئرس الصغير اسمه كيوقع اللي كيوقع هو أنه الأرنب بالطبيعة دياله أنه حساس وحساس بزاف بزاف وكيخاف وخواف بزاف واحد درجة ما كتتصوروهاش هو يخاف من أي حاجة يعني غي غي لا تبدل عليه الإنسان لمرافقه ديما كيخاف حرك عد الفئران الفئران مني كتكون في البلاسة اللي فيها الأرنب اسمه كيوقع وجود ديالها فهو بمثابة ضاجيج وعدم استقرار بالنسبة للأنانب اسمه كتلقى الأمهات كترميز صغار ديالها قبل وقت الولادة إذا اسمه خسنا نديره خسنا وفي الحقيقة نهضره على علش بعدها كينين الفئران كيكونو في حدا الأرنب السبب هو وجود الأكل ديال الأرنب لأن الفئران اسمه كاسبري كاسبري الخبز جاف بعدها السبب هو مفيد للأنانب ولكن منين كيشوفوه الفئران انتا جامعوا مثلا في أحد الباني وهو واحد الخنشة منين كيلقاوه كيمشيو له كيبقاو انهم يمشيو لهادك الماكلة دياله وعوتيني كينات الفئران كيبغو تا السكاريم ديال الأرنب كتلقاوهم تاقبل الخنشة وكتلقاوهم كيبغو يياكلوا منها يعني السكاريم ديال الأرنب تهوك يبغيه الفئران إذا أول حاجة خصنا نقوم بها وهي إبعاد هاد الأكل عن مكان وتخصيص واحد المكان لذيلك تخزين ديال الأكل دياله خاص محد المكان بشي تخليوا مع القفاص ديال الأكل زي ما بشي جيكم قريب لا حيدوه خليوا خليوا البراطة ديال الأكل متلا شي خنشة فيها السكاريم ولا شي حاجة ديال الخوبز كينام ولا حطوه في واحد جيها بوحدو ما تخليوش مع الأراني ثاني حاجة ثاني حاجة خصكم تديروها في الحقيقة وهي تخلص من الفئران طريقة معروفة إما مصيدة من سيادة اللي كي يديروها اللي كي يبنيوها لهم أو ذيك اللسقات الخاصة اللي كي يلسقوا بها الفئران أنا اللي بغيت نتكلم عليه وهو ما تديروش هذوك المواد السامة مثلا واحد الغبراء كي يديروها على حسب الأرانيب لأنها ممكن أنها ضرحت الأرانيب يعني المواد السامة عفون كي يديروها على حسب الفئرانيب حاولوا أنكم ما تديروهاش لأنها ممكن ضرحت الأرانيب هذا من جهة أما السبب الثاني وهو اللي يمكن يجعل الأنثى ما تتولدش وهو السمنة السمنة رغم التلقيح ديالها من الذكر لأن السمنة اسمو كي تدير السمنة هي عبارة عن آش عبارة عن شوحوم متراكمة في المابيد كالتراكم في المابيد سمو كي وقع أنه داكس الشوحوم انه تكون متراكمة من كتخليش السائل المناوي أنه يوصل للمنطقة اللي غادي يحدث فيها الحم يعني كي يبقى غير أبره بالتالي ما كي يحدثش الحم فكم من المربين كي يبدلوا الذكر ظنا منهم أن المشكل كان في الذكر فكي وقعوا في واحد الحيرة كي يبقى يقولوا يكما تذكر هو اللي فيه المشكل كي ينكشوف تذكر على أوله هو يرى المشكل كينا فسمنة لأدات السائل المناوي ما يوصلش للمنطقة ديال المابيد هذا من جهة أخرى كي يعودتني واحد السبب أخر وهو السبب الثالث وهو وجود خلل في الهورمونات عند الأنثى كتكون هي من صغرها هي في هذه المشكل بحيث توجد بعض الحالات كتجعل الأنثى ديال الأننب ما كتولدش رغم وصول هالسن ديال البولوغ يعني ستشهر الفوق ورغم الحجم ديالها المتوازين كتقولوا صافي دراها الحجم ديالها ما يمكنش صافي غادي تولد ورغم تلقيح ديالها من الذكر فإنها يعني ما كتولدش لماذا؟ لأن هناك وجود خلل إما كيكون وراثي أو خلقي إما الدية عند أمها أو كيكون خلقي مزيود فيها هكاك ما كتولدش واسمه السبب هو كيكون نقص ديال واحد الهورمون سميته التستيسيرون هورمون التستيسيرون فهذه الحالات ما خصنا نديره مش هنقون نتفرجوا فيها ونخليوها تاكل الماكلة ما تقولين نخسرانها خصنا نتخلصوا منها وذلك إذا تلقحت ثلاثة المرات متابعة ليش بتقولها ثلاثة المرات يعني ثلاثة شهور وياك تتلقح كل شهر وما كتولدش عرفوا رأك ينتم يا شي خالل كين خالل ما كينش الحمل صافي ما خصش نخليوه مع القاطع علاش؟ لأنه غادي تخسر المربي لأنها كتاكل المقياس اليومي ديالها من السيكالي وفي نفس الوقت خصنا نستنفعوا منها بكيف عشنا نستنفعوا منها خصنا تولد ولما كانش كتولد إذا الماكن المخصص لها ممكن أن خصنا نحيدوها ونعوضوها بوحد الأنثة أخرى اللي كتولد اللي ولادة نحن نقولو الأنثة ولادة إذا في حقيقة من المستحسن أنكم تسمنوها وتبيعوها على أساس الوزن ولكن ماشي على أساس الكسيبة باش ما يوقعش المشكل المربي آخر إذا هذه الحلقة ديالنا ديال هذا النهار حلقة مفيدة الناس ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا تكيو على زر جام باش تسندونا كنشكركم على التعليق طيبة ديالكم تكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد يا لي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة